موسيقى أولاً هذا مؤتمر تأكيد على أن حزب حزب المؤسسات وحزب الديمقراطية الضاخلية لأنه لا يمكن أن يتخذ قرار بالتمديد للأمان العامة وللأمين العام إلا من خلال المؤتمر وليس من خلال أي هيئة أخرى ثم ثانياً أن هذا المؤتمر يأتي قبيل الانتخابات ببضعة أشهر وبالتالي سيكون محطة تعباوية كبيرة جداً لإستعداد للمحطة الديمقراطية ليس فقط للحزب ولكن للمغرب لأنه الحمد لله المصار دي لبلد دينا مصار تصاعدي نموذجي ينظر إليه باحترام دول العالم وبالتالي تأكيد على هذا المصار وعلى هذا النموذج المغربي وعلى هذه الديمقراطية هو من مسؤولية الجامع وخاصة من مسؤولية الحزب الذي يتصدر اليوم من شهد السياسي ويقود الحكومة ثم في نفس الوقت هذا يدل على أن الحزب يعني الحمد لله فيه قوة ضاخلية متينة وأنه عنده يعني إقبال كبير جداً ولا سيما عندما نلاحظ أنه الجميع يهتم باجتهادته وأفكاره ولكن لا بد أن نشير أن أمام هذا المصار الديمقراطي هناك تحديات هناك من لا يريد لهذا المصار أن يكتمل يجب أن نكون صراحة هناك من يعتبر بأن هذه لحظة على إتحال يبحثوا عنهم وأنتم تعرفونهم ولذلك نحن نؤكد بأنه في مغرب اليوم لا يجوز إلا أن تكون هناك أحزاب قوية ديمقراطية مؤسسات قادرة على العطاء وعلى الفعل وأن يكون هناك نضال حقيقي من أجل التمكين النموذج المغربي ومواجهة كل تحديات تعلمون أن هناك تحديات داخلية استجابة للقضايا الاجتماعية المطالب والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأمامنا أشواط قطعنا أشواط الحمد لله ولكن أمامنا أشواط كبيرة ولكن هناك تحديات خارجية ضد وحدتنا ضد نموذجنا عبر عنها جالة الملك في أكثر من الخطاب عندما تحدث عن الطعن من الخلف وتعيشها الأمة الإسلامية لأن هناك مؤامرة كبيرة جدا فبالتالي أعتقد وجود أحزاب قوية بمؤسسة قوية بمناضلين حقيقيين بنزاهة حقيقية بعيدا عن المنشطات السياسية والحزبية هذا هو القادر على التمكين نموذج المغربي